الأداء الحزبي وهذا التعاون المثمر لكله فعلاً كان بيتلاشى بحزبيته أو الحزب المنتمي إليه أو المؤسسة في سبيل أن الشعب المصري يخرج بهذا الشكل كيف قرأت المشهد من الخارج ومن الداخل؟ يعني في البداية خليني أتحيي ضيوفك الكرام والسيد المشهدين نشأت يمكن لها مشهدين المشهد الأول من الخارج خالص إن وجود تلات مرشحين من أحزاب من طائرات مختلفة من الوسط ممثل ليه اليسار حزب الوفد بيه تاريخه الكبير وسيد الرئيس إنه هو كمرشح عابر للأحزاب والكيانات والنقابات وغيره ووجود مجموعة من الأحزاب الدعمة اللي يمكن تكتفت في أجل أن هي تعمل بطمارات خاصة بالرئيس يمكن حضرتك قلتم لحظة ذكية جداً إن من إعلان الرئيس للترشيح وإجراءه الإجراءات عادية زي كشف الطبي وغيره وده لما يتحدث في الانتخابات لليوم الأخير وإنه هو فوض الأمور للشعب المصري والشعب المصري كان فيه منتهى الزكاء وزي ما حضرتك وصفتها أنه هو وقع على إبل أو استقبل تصديق لما شافه من حاجات يمكن أنا رغم أن أنا كصحفي في الأساس ونائب في البرلمان وعضو تنسيئات شباب الأحزاب والسياسيين اللي هي بتعمل زخم دائم وحراك مستمر حراك مستمر إن فيه عندنا تدريب مستمر وفيه نفس الوقت حراك في كل المجالات كمان يمكن كان فيها مشهد أنا شايفه مشهد مضيء أن تنسيئة كانت في حملات الأربع مرشحية في مناصب قيادية في الأربع مرشحين ويمكن خرجنا في مناظرة للأربع مرشحين ممثلين لها وبعدها خرجنا ناخد سيلفي واصحابه وكل حاجة والكلام ده كل وده كان مشهد يمكن أنا حتى كنت لو شفته فيما سبق أقول إنه هو مشهد مصطنع لكن هو مشهد حقيقي ليه؟ لأن إحنا عرفنا التنوع والاختلاف إنه يكون فيه عندنا ممثلين لـ 25 حزب وكمان مظلة أشمل وأعام اللي هي تشمل شباب السياسيين المستقلين لزيه أنت عايز تمارس سياسة بس مش متفق مع أي من البرامج الموجودة الأيدولوجية الموجودة تتفق مثلا مع 70% من أيدولوجيتك لكن كان فيه مظلة شبابية بالكامل وفي نفس الوقت تقدر تمارس سياستك فيها وأنت مستقل وده يمكن صعب شوي فدي حققت المعادلة الصعب المشهد إنه هو كانت مشهد انتخابات حزبية كان مشهد بيرد برضو على حاجات كتيرة جدا أو مقلات ترسخت خلال سنوات لو مثلا الأحزاب غير موجودة على الأرض لأ طلعت الأحزاب موجودة على الأرض وكان الحراك اللي شفنا ده كان حراك حزبي أو أحد العوامل الأساسية عشان ما نحصرهاش برضو في دور الأحزاب حراك حزبي بالأساس كمان مشهد الشباب التجمعات الشبابية التجمعات الشبابية كان دايما بنتكلم أن الانتخابات إقبال كسيف من يعني حتى دي من الأكلفات والعنوين ومجموعة اللي هم الوافدين في المصانع وكبار السن السيدات وعزوف للشباب المرة دي أنا شفت مظاهرات على مدار ثلاث أيام في الجامعات المصرية نقدر نقولها مسيرات مش مظاهرات نوعية الشباب بيدعو للمشارك مش شباب مسيس ولكن شباب عند وعد دي سياسي لهم يخرجوا من جامعة القاهرة وجامعة بنها وجامعة طنطة وجامعة الجامعات وجامعة المينيا وغيرها حتى بعض جامعة من خاصة دكتور محمد الجامعة ده برضو ملمح يضاف إلى الملامح المهمة جدا لهم يخرجوا بكسافة ليه الدعوة لمشارك مش لدعمه مرشح بعينه أو بغير دي جزء الجزء الثاني اللي يمكن من المشاهد العامة اللي شفناها شفنا للمرة الأولى الحرفية في مؤسسات الدول يمكن دكتور محمد تكلم على مقامة به القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات هي المرونة والمؤتمرات الوقتية والأسئلة المفتوحة والشفافية والرد على أي تساؤلات يمكن كان ده مشهد جديد علينا المشهد الكمان اللي كان موجود وملاحظ جدا هي الحياد لمؤسسات الدولة ما وقفة على مسافة واحدة من كل المرشحين الجميع جميع المرشحين عملوا مؤتمراتهم بمنتهى الحرية في كل الأماكن كمان الحياد الإعلامي أو المساحات التي فتحت لجميع المرشحين وحملتهم ودي كانت مشهد صادق مش مشهد أن أنا ما كانش مصطنع ما كانش مصطنع وحضرتك عارف الإعلام أنا ممكن أدي نفس المساحة في الوقت لكن أكون فيه المرشح معين هو سناء وإطراء على ما يكون به ونفس الوقت بها هاجم مرشح آخر لا هي كانت حتى فيه المعنى والمضمون صحيح أننا فاتح للجميع المصريين أولا يعني هما من استشعر بالخطر وكل العوامل دي دفعتهم ليه التصويت بكسافة فيه والمشاركة بكسافة في نفس الوقت هو ما حسش أن فيه قصة أن فيه مرشح معين ناجح ناجح لا فيه تعددية فيه مرشحين واخدين نفس الفرص هقولها بشكل بسيط أنه ما حسش أن دي زي ما بيقول البعض أنه مجرد حاجات إجرائية أو تمثيلية أو غير نفيه انتخابات بجد كمان الفئات اللي هي كانت زي ما حدرتك بتقول الفئات اللي كانت بتوجه شكرا أو غيره هي توسعت يعني أنا كان فيه حد فيه مداخلة معينة بيسألني على ليه تفسيرك مثلا بداية من المصريين في الخارج صحيح ليه المصريين في الخارج يمكن حلفنا الحظ نحن روحنا والطقينا بجليات كتير ولينا أصدقاء كتير حالهم من 2014 غير حالهم فيه 23 و24 من أنه هم بيطلبوا بعودة وزارة الهجرة ومجرد بس السماح باستيراد السيارة بدون جمارك ليه أن انت تعمله مجموعة من مؤتمرات مصر تستطيع أن انت تعمل أكتر من 66 فعالية ليه ده مكتوم في المجتمع بشكل مباشر صحيح 56 حدث ثقافي ليه أبناء الجيل الثاني والثالث أن انت تعمل مؤتمر الكيانات آخر مؤتمر كان حضره أكتر من ألف واحد من أبنائنا في الخارج أن أحيانا موجود موضوع تسوية الموقف التجنيدي لأبناء الجيل الثاني والثالث وكانت ديب وتقرقهم بسبب أنه هو مكيم برا أن الدولة بدأت هي اللي بتبادل ده تعملوا أرض تعملوا كذا صحيح أحيانا بتسوكه بخطوة فده اللي خلى المشهد الأولاني اللي هو المصريين في الخارج أن هم يقطعوا مسافات أربع ساعات طيران أو خمس ساعات طيران عشان يشارك وغير كده هو إذا كان بعض الجماعات الإرهابية أو غير يقولك ده مش عارف كان مستني إيه أو إيه الموجود في الخارج مستني منك إيه صحيح ده رايح عشان يصوت صحيح المشهد ده انعكس هنا في الداخل أولا الجو العام تقصد العام المناخ السياسي اللي اتعمل الحوار الوطني اللي فتح مجالات كتير واستوعب كل رفقاء 30 يونيو وكل من لم تتلوس يدية بالدماء شارك في الحوار الوطني كمان الحوار الوطني ناتجته معروفة مسبقا ده مش بتبع التوصيات يمكن الرئيس فأكتر من مرة قال كل من تتفق عليه أنا مطلع بيه قرارات أول مجلس تشريعي أول مجلس تشريعي ويمكن سبق بعض بيه التوصيات اللي جات له مسبقا وطلع بيها بعض القرارات سواء فيه الحاجات الاجتماعية أو القوانين الاجتماعية كل ده فتح المجال بالإضافة للفئات اللي حضرتك اتكلمت عليها لما نشوف تمكين المرأة وتمكين الشباب وما حدث فيه السنوات التسعة الأخير بشكل غير مسبوك يمكن كان بيجينا مجموعات من الكانات الشبابية وشباب الجامعات والتحادات الطلاب في حملة سيد المرشح عبد الفتاح السيسي وأنا دايماً بكون حريص على وجود خط فاصل ما بين الرئيس للفتاح السيسي أنت خبط خلصت خلاص يعني لا أشه خلينا الحد إعلان نتيج خلينا أكثر حرص فكان بيتكلم فوقلت لهم أنت أمام فرصة زهبية لتمكين الشباب الشباب دلوقت بيبدأ عندنا من 25 ويمكن أقل فيه العمل السياسي والحملة أو يمكن معظم الحملات بنظر عام عليها كانت حملات شبابية قدها شباب يمكن شباب كبر شوية بس معظمها كان شباب على الأرض وفي المحافظات وهيئاتك المكاتب في المحافظات وغيرها ولذلك كان الإقبال كسيف وشباب كان عنوان هذا الإقبال عنوان كبير جداً وأظن أن ده هيتم ترجمته في المحليات وفي اتخابات البرلمان وستنعكس على النسب اللي هي مرتفعة بالفعل أكتر من 21% في مجلسين النواب والشيوخ أقل من 40 سنة هتزيد في الانتخابات الجاية النواب والشيوخ وطبعاً هيكون لهم نصيب الأسد في المحلي خلينا نروح لسات اللي هو رفعة أمصان وإحنا كلينا ترجمة نانسي قنقر